في إطار حقه في الرد للمرة الثانية على التصريحات المضللة التي أدلى بها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بشأن ما يزعم أنه حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية واحتلال الصحراء من قبل المغرب خلال ندوة لجنة الأربع والعشرين حول منطقة الكريبي بمدونيكا أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن أسفه لوجوء زبيله الجزائري إلى الإهانة والقدح والتحقير في رده على حجج المغرب غما لا يليق بمستوى اجتماع أممي معطبرا أن الإهانة سلاح الضعفاء وشدد السيد هلال على أن حق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية قد اكتمل باسترجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية وأنه لا السكان يمارسونه بشكل يومي منذ ذلك الحين وذلك من خلال العديد من الأعمال المؤسسة والإجراءات السياسية الترقوية بما في ذلك المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي تشكل التعبير الأسمى عن حق تقرير المصير وذكر السيد هلال السفير الجزائري بأن الحق في تقرير المصير مبدأ عالمي وأممي ويجب أن يتم توظيفه دون انتقائية ويجب أن يستفيد منه جميع السكان وخاصة أولئك الذين كانوا تحت احتلال منذ عقود وأضاف في هذا السياق أن الجزائر لا تفتأ تطالب في كل مناسبة وبشكل هوسي بما تزعم أنه تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء المغربية وتنسى أن هناك سكانا على ترابها يطالبون بتمكينهم من الاستفادة من الحق في تقرير المصير وأكد الدبلوماسي المغربي أن شعب القبائل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية له أيضا الحق في تقرير المصير فلماذا تنقر الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء وتمضي إلى حد فرض نزاع على المملكة منذ مدة 45 عاما من قبل مجموعة انفصالية مسلحة أمر آشي أنفان كاتر واشنطن